السلام عليكم ورحمة الله كيف ديرين لبس عليكم انتمنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير عواش لكم بروكة بالصحة والسلامة ولهنا ورحت البال ان شاء الله في هذا الفيديو سنشوفوا مع بعضياتنا تشكيلة رائعة من المملحات الاكتر طلبا في رمضان اقتراحات متنوعة وبسيطة في متناول جميع ان شاء الله ترافقوا بهم طبيلة ديالكم خليكم معي اخواتي من الولتا الاخير وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم الله يجازيكم بخير كيف كنقول دائما من بابي التشجيع والتحفيز وصفات متنوعة وزوينة بزاف ان شاء الله غدين تحتجوا بحال هاد الاقتراحات تغيروا بهم ودائما مع السهل والبسيط والاقتراحات اللي هم هي دائما ناجحين ما نزيدش نطول عليكم اخواتي نتوكلوا على بركتي الله نبدو باول وصفة اللي غدي يكون واحد العجين اكتر من رائح اخواتي عجين لجميع المملحات ديالكم وتخدموا به المالح والحلو غدي نخدموا به البيتزا محبوبة الجامعة ان شاء الله وحنا كنطبقوا في الوصفة اكيد غدي نقول لكم عشنو ممكن نخدموا بهذا العجين هذا بالنسبة لهذا العجين هذا غدي نحتاجوا لي كيف شهتم معي كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب يكون دافي وعندي جوج معلقة كبيرة ديال السكر العبار ديال كاس هو كاس ديال العنباء او للكاس شاي المغربي لي كيزلين مية وخمسين او لا مية وستين ميلي لتر عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية او للكميرة معجونة وكتبقى بطبعة الحال على حسب الجو غدي نضيف ثلاثة المعلقة كبار ديال الدقيق ارتب مغربة نوعية جيدة هو اللول غدي نبدو بها ثلاثة المعلقة كبار و بالنسبة لكمية السكر يلا كنتو بغيتو العجين تخدمو به غير الحاجة اللي هي مالحة قديروا واحد نصم علقة كيف كنقولو ديال السكر فقط بغيتو تخدمو المالح والحلو غدي نديرو جوج معلقة ديال السكر ما كيكونوش عمرين بزاف و القياس ديال يعني العجين المدق دياله كيجي معقول في الحلو والمالح اخواتي غدي نخلط الكل او غدي نجانس الكل مع بعضياتهم هاد المكونات حتى غدي يتدوب ليه الخميرة و كيف قلت الحليب والماء كاز ديال الحليب وكاز ديال الماء يكونوا دافيين لان هاد العجين غدي يختامر غدي نحتاجوا انه يختامر هاد الخطوة ولا بده منها كتتتتسرع علينا الاختمر ديال العجين وف نفس الوقت كتتعطينا واحد نتجة اللي هي زوينة صدقوني واحد البيتزا من اروع ما يكونوا كمية ما شاء الله كبيرة غادي نتحتاجوا هاو كجي سهلة سافي غادي نغطي كيف شفتوا معي انا غطيت بالبلاستيك الغذائي بضع دقائق خليتوا تقريبا واحد عشرة دقيق كيف قلو اولى خمس سرسة دقيقة حتى غدي تفاعل ليا هاد الخليط و من بعد عاد غادي نضيفه الملح لانه الملح ما كتخليش لنا الخليط ديالنا يتفاعل غادي نضيف علبة ديال اليوغورت الطبيعي بدون سكر وحتى اليوغورت يكون بدرجة حرارة المطبخ يعني نكونوا مخرجينه من قبل من تلاجة باش هكما يهبطش لنا الاختمار ديال العجين ديالنا نضيف نصف كاس ديال الزيت هنا عندي زيت نباتية في اول مرحلة غدي نخدمه بزيت نباتية حب وحدة ديال البيض تكون بدرجة حرارة المطبخ وغدي نخلط الكل مزيان كيف شفته معايا ومن بعد عندي دقيق مغربل بواحد الكمية على جنب اللي غدي نبقى نضيف شوية بشوية وهاد العجين اخواتي كيف قلت ممكن انكم تقسموه على جوج وتخدمو به جوج ديال الاقتراحات او لا جوج ديال الوصفات يكون فيهم المالح والحلو مثلا القوتي او لا بريوش او لا البينيي او لا المهم وتخدمو به بطبيعة الحال المالح بحال البيتزا اضفت كيس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر وزن 7 جرام او لا 8 جرام اللي توفر لكم دائما كم قنضيف الدقيق شوية بشوية فاش غدي نحس بالخلاط او لا بالفوي انه كيتقال في اليد ديالي ضروري ما غدي نحيدو وغدي نكمل باليد هنيا هاد الفوي غير باش كي جانس ليان عناصر مع بعضيتهم زيان وقبل اخواتي هنيا غدي نقسم العجين ديالي على جوج ديال الحصص الحصص اللي غدي ندير في هاد العلبة هدي هي اللي غدي نخدمو بها البيتزا او اللي غدي نتقسم معاكم بها دابا البيتزا نقسم الخليط ديالي على جوج باش كي نسمو كيف ما بغينا الحلو غدي نضيفو ليه مثلا لبغيتو تخدمو الحلو كتزيدو المناسمات الخاصة مثلا لكان بريوش غدي نزيدو الفاني او الا قشور البرتقال او الا كيف كنقولو القوام ديال البريوش دابا غدي نخدمو البيتزا ونركزو في البيتزا هاد الحصة ضفتليها الزعتر وغدي نضيف واحد جوج معلقة ديال زيت البلدية او زيت الزيتون وزيت القياس ديالي ديال الملح راكم عارفين اخواتي في الشهر الفاضيل كنبغيو نخرجو من عاجين واحد بزاف ديال اختراحات اولها كبش كنسهلو عنينا الخدمة ودابا غدي نضيف الدقيق شوية بشوية وراكم عارفين اليد ديالنا هي اللي كتعطينا القياس ديال الخالط ديالنا كيفاش خاصو يكون بهذا الطريقة هادي اولى بهذا الخطوة كنبغيو نضيف في الدقيق وانا كان خبط في العجينة ديالي منها كتتلك وفي نفس الوقت كان نعطوها القياس ديالها ديال الدقيق العجينة ديال البيتزا ما كتكونش ناشفة بزاف يعني ما ما كتكونش قاسحة وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفة بزاف كتكون بين وبين كتكون مرخوفة هادي هي الطريقة باش كن نجمعها وما غاديش نحتاجوا منها شي تحتاج منا عفوان شي مجهود كبير في الدقيق غير باليد ديالي كان بقى ندي فيها ونجيب فيها من بعد غادي نزيد شوية ديال زيت البلدية باش هاكا العجينة تحيد ليام اليد ديالي وفي نفس الوقت هاكا ندخل لنفل عجينة ديال البيتزا وتكون مرخوفة على هاد القوام هاد او لا في هاد القياس هادي غادي نطيبها ان شاء الله حصة واحدة باش هاكا جينة ساهلة بعد ما جمعت العجينة ديالي كيشفتو معايا اراها كتلتسق في اليد ديال سافي غادي نخليها في هاد العلبة او هاد البواطا ونغطيها ونخليها حتى غادي تختامر ويضع في الحجم ديالها مزيان العجينة ديالبيتزا كل ما اختامرت مزيان كل ما كتعطينا ناتيجة زوينا خديت اللطة او لطاوة اللي غادي نوزع فيها هاد البيتزا وصدقوني راها واحد الكمية كبيرة ما شاء الله كتصيب لنا واحد البيتزا بحجم عائلي وشوفوا معايا اذا كتزعتر فيها او زعتر وزعترة ممكن يكون زعتر وزعترة كننسرحوها باستعالنا بشوية ديال زيت نباتية او لا زيت الزيتون زيت نباتية يدهروا بها الارضية ولكن من انت كتبقوا تقرسوا وقرسوا بزويتها بلدية كندخلوها الفران كتطيب نص طيبة بعد ما كتطيبوها مزيان بالفرشد كتطيب نص طيبة وعندي صلصة البيتزا جاهزة تقسمتها معاكم اكتر من مرة كان وجدوها في البيت غير نكونوا منشفينها مزيان واللي بغت اخواتي بحيلة باش تنشف الصلصة ديالبيتزا تدير واحد محلقة ديالنشا بشوية دياللماء وكتزيدها الصلصة ديالطماطم وكتخليها تغلو تعاود هكا كتمتص قاعدة كل ما اللي كيكون فيها ومنك تبقى عندنا البيتزا ما كتفزقش لنا لبات يعني كتجينا اه يعني العجين ديالبيتزا كيجي ناشف كتشوفوا طبقة ديالبيتزا وكتشوفوا ديالعجين ديالبيتزا وكتشوفوا صلصة تماطم وحد دكشي اللي كان نزينه بطبيعة الحال تزين كيبقى اختياري درت الجبن او لا الفرماج مبشور بديت بالموزاريلا درت دوائر ديال الفلفلة انا كتعجبني اه البيتزا يكون فيها شوية ديالبصل او لا الفلفلة ما تكونش طيبة تكون رقيقة الى كان ديك الفلفلة مقطعة رقيقة وكتكون فلفلة بلدية ودرت شوية ديال تماطم كرازية شوية ديالزيتون صفي وكنرش الفرماج من الفق شوية ديالزعتر او لحكة ديالزعتر وندخلوها لفران ديالنا وها هي بسرعة واجدة كاتجي كتحمق اخواتي صدقوني عجين اكتر من رائع راه تخدموا به كمية كبيرة ديالبيتزا في واحد لوقت اللي هو يقصر وفي نفس لوقت ممكن تخدموا به ياما بريوش او لا او لا شي وصفة من الوصفات اللي كيكونوا حلوين كيف كتشوفوا معي في الصورة نفس العجين خدمت به البينيه وهاي البيتزا ديالنابس حور راحة اعطيتكم فكرة او لا اقتراح العجين اللي تغيروا به ان شاء الله وهذا البينيه بما اننا فيديو في غير المملحات ديالك شي على شك تسرت غير على المملحات اللي نتقسم معكم ان شاء الله في هذا الفيديو عجين اكتر من رائع اخواتي صدقوني كيجي رائع ندوز نشوفوا مع بعض ديتنا خبيزات ديال البطاطا اللي كيجي ممتازين هادو ترفقوا بهم شربات ديالكم او لممكن ديرهم مثلا تعمروا بهم خمرات المهمة الوصفة غدي نشوفوا معي ان شاء الله وكيبقى لكم الاختيار فاشم مبغيتو توضفوا هاد الخبيزات ديال البطاطا اللي كيجي رائعين ديت كمية ديال البطاطا اللي اسلقتها كتبقى على حسب انتو مش حلق قياس ديالكم اللي بغيتو دفت الربيع خلط ما بين قصبر ومعدنوس وكنغلب شوية ديال القصبر على المعدنوس وتوابل عندنا تحميرا عندنا الملحة ورباعي كونطري يكون احسن شوية طريط قديا اللي بزار وعندي توم بودرة هنا عندي توم بودرة من السمة ومي كيكون عندنا الكامونطري يعني عد تحمينه على الدينة كتجي في هالديدة عندي تحميرا شوية ديال الخرقوم او لالكوركم وشوية ديال السودانياء او لالشطة هنا عندي سفار بيضة عندنا بيضة كاملة غادي نخدمو بالسفار فهد العجين والبيض غادي نحتاجوه ان شاء الله سفيك نجمع البطاطا ديالي البطاطا اسلقوها بالقشرة ديالها ومن بعد معكوها وهي بقى سخونة غير حاولو انا كون مدوزوش فتحانا يا اما كنت معكوها بذيك الال اللي كان اني كان نقطعو بها اولا كان عجنو بها كي البطاطا او لغير بالفرشت بشوخي بقى لنا في هادوك الفتيتة مزيانين مجينش خيوط اضفت شوية ديال الطون كيبقى اختياري بغيتو تديرو الطون ديرو بغيتو تستغنو عليها ممكن انكم تستغنو عليها سفيكم بقى نجمع غادي نضيف تقريبا واحد معلقة كبيرة وغادي تبقى على حساب الكمية ديال البطاطا اللي عندكم يعني فاش كان بقى نضيف ديك الدقيق يعني وانا كان نجمع نحس بالعجينة ديالي ديال البطاطا واش مجموعة او خاصها واحد شوية باش هكا ما كنت تحلش لينا هادو الخبيزات كيجيو لدادين كيف قلت اخواتي ممكن انكم تديروهم في مخيمرات او لف صاندويتشات كان بدان هزكويرة من العجين ديال البطاطا ونشكلهم قريسات يلا العجينة بدات كتلتسق لكم في يديكم كت تقيسوا غير بواحد شوية كيف كان قولوا واحد شوية ديال زبيتة على العموم هي را ما كتلتسق موالو شوفوا معي شكلو هكيف ما بغيتو غير يلا التسقت لكم هزو واحد ديرو الأصبوع ديالكو في شوية ديال زيت ومن بعد كتبقاو تتكورو وتشكلو قريسات او لا اخبيزات كيتشكلو بكل سهولة كتبقاو غدين حتى غدين ساليو الكيمياء اللي عندكم كاملة باش هكا الخدمة ديالكم كتجي انقية بعد ما شكلتهم هنتو ما كتشوفوا معي اخواتي غديندوزهم في الدقيق وعندي واحد بيض بيضة اللي خلينا السفر وضفناها في الوصفة والبيض احطيناها على جنب كان ديرو في بيض البيض ومن بعد عندي ساميد ناعم جدا اخواتي او لا ندقيق الفينو انا خدمت بالساميد الرقيق بزاف او لا الفينو اللي كيكون شوية حرش كان بدو بدقيق والول وبيض البيض وكتحطو هاد الخبيزات ديالكم حتى غدين ساليهم كاملي يا اما كتطيبوهم في الفران كترشوهم شوية ديال الزيت او كتقليهم في الزيت انا قليتهم في الزيت وما كيت ترتقو مكيت حلو موالو هادو شبيهن بالمعقودة كيجيو فنين اخواتي يعني مع شوية ديال السلطة كيف كنقولو اول شوية ديال الخص مطيشة وتعمروا بيهم المخيمرات فكرة ديال الافكار اللي كنبغيو بحلها كالفطور رمضان ان شاء الله ديك البيضة كتحولو انكم تخفوها مزيان حتى كتساليو عاد كتدوزون مباشرة باش كتبدو تقليو فيهم وهانتم ما غادي نشوفوا معاي اخواتي في القلي ديالهم مكيت حلو مكيت ترتقو موالو وما كيشربوش لنحت الزيت على شخصيا كعجبوني انهم يكونوا مقليين باش مكينشفوش لنفل فران ولي بغت ترشو شوية ديال الزيت اولا تطيبهم في القلايا الهوائية اكيد ممكن اخواتي الجوانب ديال ومن ي pourraitدوك يتحمل قلبهم كنحيرو دائما اشنو ممكن نرافقو الاطباق دينا خصوصا الاخوات لي كيبغيو يحطو اه فطور وعشاء انا شخصيا كنبغي بحل هادشي اللي ناكلو بخبيز وف نفس الوقت اه فطور هدا هو الشكل ديالهم بعد ما كيوجدو اولا بعد ما كيطيبو رفقتهم بسلسة ديال الكيتشوب الوليدات او لا وبالمايونيس او لا كديروهم فطور مع السلطة غادي نشوفو مع بعضياتنا حريشات فنين غزالين اخواتي خديت واحد البصلة مشحرة مزيان مع مليحة وشوية ديال البزار شوية ديال زيت محب وحدة ديال البصل اضفت لها كمية ديال الربيح خليط ما بين قصبر ومعدنوس طبيعة الحال بصلحته بردات وضفت لها علبة ديال الطون عندي شوية ديال زيتون مقطع وغادي نضيف حكا ديال زعتر هادو حريشات مرة مرة كم بغيرو نغيرو بهم ان شاء الله نتقسم معاك حم انتا نتقسم معاكم عفوان حريشات اه بواحد شكل اللي هو زوين معمرين ان شاء الله اضفت لها بالسبانيخ كي يجيو في النين الدادي انتا همايا كان وجد الحشوة ديالي هي اللولان اللي فيها البصلة كيف قلس مع الطون مع شوية ديال الزعتر والزيتون وهنا يا عندي قطع ديال الجبن متلت او ليكون عندكم جبن واحد معلقة كبيرة ديال الجبن وغادي نفتت هاد الحبات ديال الجبن متلت يعي اما جوج حبات او لثلاثة كتبقى على حسب الحشوة اللي عندكم كنخلط الكل نخليها على جنب وندوز نوجده مع بعضياتنا العجيم ديال هاد الحريشات غادي نحتاج ليه واحد ستمية قرام ديال سميدة رقيقة الخاصة بالحرشة او للبغرير عفوان كنغرب لها ضروري واسميدة دائما تكون عندنا نوعية جيدة تكون زوينة باش كتعطينا نتيجة زوينة وكتجي هكا صفرة كي كنقولو اللون ديالها دهابي ضفت الملح وعندي واحد نصف كاس ديال زيت نباتية كيس ديال الخاميرة كيموية او البيكين باودر نصف كاس اللي يزلينا 100 ميليليلتر انا خدمت بهذا الكاس اللي هو صغير او الكاس صغير المهم الحبيبات ديال سميدة كلهم يتلبسون لنا بالزيت كنبقى نخدم بهذا الطريقة هادي برؤوس الاصابع باش كان معكم زيان الحبيبات ديال سميدة بالزيت وعندي كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي كنبدا بهذا الكاس ديال الحليب وغادي نكمل العجين ديال او لا غادي نجمع الخليط ديالنا بالماء كنهرسوا منو شوية ديال البرودة خليط ديالنا مايكونش قاسح اوف نفس الوقت مايكونش خفيف باززاف يكون جاري غير هو خاصو يكون شوية خفيف باش لانا نكم معارفين انه الحرشة كنخليوها ترتاح شوية دائما كنخدموه برؤوس الاصابع مكان دلكوش الخليطة ديال الحرشة عندي شوية ديال سميدة على جنب والخليطة ديالنا هوا عندي زيتون كحل والخليطة ديالنا راه تشرب او لا العجين ديال الحرشة راه تشرب كان هز واحد شوية كويرة ديال العجين كان ديرها فراحة ديال يدي ديالي وكنجمعها بها الطريقة كيف كتشوفوا معي نغرف الكفة اليدية لكي تجمع العجين على الحشوة و نجيبها بين يدية و نلوحها من يد اليد لكي تتكوّر لنا و تعطينا شكل دائري حرشة بسبسة لكي تجمع العجين اردوا البال لكي تكون خفيفة على الكويرات العجين الحرشة نضيف حشوة في الوسط نضيف حشوة و نضيف حشوة و نضيف حشوة نضيف حشوة كي تفضل نضيف حشوة ندخلها في الخليط العجين ندخلها في الخليط العجين نضغط المقلة ثقيلة ندخلها و Pont худ馬 ف nummers نضغط المقلة ليون نضغطه نضغط الكورة يجب أن يكون لديكم واحد اللون في الحريشات لا يجب أن تضعهم مباشرة و تبقى قلب و شقلب و بالاستعانة يكون لون محمر يجب أن يكون لديكم فقط على العموم يصلون لمن قطع del gizal و الحشواء كبير يمكنون أن ن'Mن تغير فيها و بالحشواء يجب أن تضيف حريشات Subscribe في الحشواء و تضيفوا حريشات عادية كنت تضيفين على الجبن أو لعسيلة أو لفرومج وعندي علاجم كيف كتشوفو كاسرول فيها الروز فيها خيزو كيتسلق العصير سوف يوجد ان شاء الله الاختراحات العصائر ودائما نبقى نسوس السميدة التي تكون لديها في المقلع لن تحرق و تلصق لها في الحرشة و يكون لونها لا يزمين بها الطريقة نسليم هذا هو الشكل لديهم بعد ما يطيبوا يأتيوا على هذا الشكل لون ديالهم ذهبي محمر غزالي نتمنى هم اخواتي يكونوا عجبوكم ندوزوا نشوفوا مع بضياتنا الاختراح الموالي اللي غدين يكونوا كويرات ديال الروز حتى همية كيجوا فنين و اللي دقهم عندكم ما غديش عارف بانا هادو بدون لحوم يعني كيجوا شي حاجة لزوينة عندي كمية ديال الروز بالنسبة الروز كمية غير محددة على حسب القيس اللي بغيتون تومها ديال هاد الكويرات هادو الروز مسلوق مزيان حتى كيطيب الروز ما ديروش الجلاسي ديرو اللي كيكون الحبة دياله مكورة كتسلقوا غير في المو الملح غادي نزيدوا ليه الإبزار وغادي نزيدوا الفروماج او لا الجبن متلت كتبقى على حساب الكيمية اللي درتو ديال الروز انا درت استادي القطع ديال جبن متلت تقريبا استادي القطع وغادي نطحن الكل في الهاشواخ الملح والإبزار في التوابل في اللويل اللي درنا فقط وضفت لهم هادك الفروماج وكنتحن الكل في الهاشواخ حتى غادي نشوف ان العجين ديال هاد الروز ولا كيتماسك في اليد ديالي انا هنا راكم عارفين على حسب تصوير اه تحنته مباشرة هو بقي سخون خلي بغريد فا شوية سفي او تحنوه باش كيتا تحليكم بسرعة حاجتنا ان نلقاو الروز مجموع مع بعضياته كنبدأ ندير كويرات في اليد ديالي او في الراحة ديال اليد ديالي بهذا الطريقة هادو كيجيو كويرات صغورين حتى هما يترفقوا بهم شربات ديالكم كيجيو زوينين بزاف هادو كيتقدموا مع الشربات هادو ناخد واحد طريف ديال الفرماج متلت وكنديرو في الوسط يعني احبه واحدة ديال الجبن ممكن اولا ديال الفرماج متلت ممكن تقطعوها على سبعة ديال الطريفات اولا استاد ديال الطريفات صغورين انا حاجت نغرب واحد طريقة ديال الفرماج تكون في الوسط شوفوا معي الكويرات يليك يلتصق لكم عود الروز في الراحة ديال يدي ديالكم ديرو طريقة ديال الماء اولا شوية ديال الزيت وحاولوا دائما تنضفوا ذيك الراحة ديال يدي ديالكم باش ما كيبقاش يلتصق لكم الروز هنا يبعد مساليتهم كاملين اخواتي درتهم في المجمد شوفوا معي كيفاش كان نحركهم ديروهم في المجمد وهذا فكرة انكم تحتفظوا بهم عفوان في المجمد ديرو كمية كبيرة الوقت اللي بغيتوهم تجبدوهم بهذا الطريقة من المجمد ندوزهم في الدقيق ندوزهم في البيض مخلط يعني البيض كامل ماشي الصفار اولا البيض تأخذ واحد جوش حبات ديال البيض وكتطربوهم جيد ومن بعد ندوزهم في شابلور اولا الخبز المحمس وكتطربوهم شوفوا معي اخواتي را هم متلجين كان بقى نخبطهم بحال هكا بش كيبان لكم انه هم متلجين كان هز الجويجات كان دوزهم في الدقيق ونعاود ندوزهم في البيض ومباشرة وكتطربوه اولا الخبز المحمس وكن بقى نكورهم بهالطريقة حتى كيتلبسوا مزيان كاملين ونسوسوا منهم ذاك الفائد لي كيبقى فيهم ديال الخبز المحمس كيبقى مدة طويلة لما يدرسوا في القراءة ما نقوش لكم را هنسوه وكيبقى عندكم وكيبقى مدة طويلة ممكن انكم تنسموه ممكن انكم تنسموه باش مما بغيتو يعني الى صيبتوه في البيت ممكن تنسموه سوف يبقى غادة بنفس الطريقة حتى غدي نسلي الكمياء اللي عندي كاملة او للكمياء اللي بغيت وغدي ندوز مباشرة باش نقليهم ان شاء الله في الزيت شوفوا معايا بهذا الطريقة كنعودا نرجع لهم كاملين باش نحيد منهم دك الفائد ديال ديال دقيق او لا ديال الخبز المحمص وهنا يا اخواتي دستموه باشره باش نطيبهم ما تخافوا منهم لي ترتقوا ولا يتحلوا كي يجوا ممتازين وكي ياخدوا واحد اللون اللي هو يمحمر زوين يعني الوليدات كي بغيوا بحل هاد الاقتراحة هادو اولا بحل هاد الافكار هادو بنصحكم اخواتي انكم تجربوهم ممكين وممكن ترفقوهم مع السلاد او لبنكي يكون عندكم ستاك ديال الدجاج او لشرائح ديال الدجاج او لدك ركيبات ديال الدجاج او لجنيوحات بنكي تطيبوهم بحلقه يكونوا احتهدوا يعني مرافق الاطباق ديالكم راح ما كيتشربوا لا زيت لوالوا اخواتي صدقوني كم قا غدا هنتو ما كتشوفوا معي منين كان نحيت الكمية يعني الزيت هاي بقى عندي وفي نفس الوقت ما كيتترتقوش كيجيو زويني بزاف هذا وشك النهائي ديالهم بعد ما طابوا رفقناهم نحتهم مياه بسلسة وكيجي فيهم هادك الفرومج في الداخل كيجيو رائعين هنا يا واحد الفكرة او الا اقتراح لنصيبو بيه صندويتشات ليهما ساهلين او لا بخبز تاكوس كيجيو ساهلين اخواتي هنا خديت غير ذاك صندويتشات او اللي عفوا الدوائر اللي هو ما يصغوري الحجم اللي هو يصغير دهنتو بسلسة هنا اي سلسة من الاختيار ديالكم وممكن تديرو اي حشوة من الاختيار ديالكم الموزن غدي نتقسم معاكم الفكرة وان شاء الله احتى الحشوة غدي نقول لكم اشنو فيها دهنت بسلسة هنا يا اه بنسبة السوس خديت سوس بيقي وهنا يرشيت الفروماج خليط ما بين المدزري اللي هو ما بين الايدام او لا المصدم وعندي حشوة ديال الخضر فيها البصلة معها خيزو محكوك ومعاهم شوية ديال الكفتة والتوابل بطبع الحال انتم ممكن ديرو بصيلة مع سدر ديال جاج المهم الحشوة كي بقال لكم الاختيار فيها صفيو غادي نطوي بحال هكا غادي نطوي هاد الخبيزات هادو اللي كيتباعوا جاهزين هادو كينفعونا مره مره نخدموا بيهم صفيك نطويهم بحال هكا على جوج حتى هادو كيتحتاجوا بزاف رمضان او لا في شهر الفاضي وممكن ديرو خليط ما بين المايونيز وما بين الكيتشوب لتجمعوهم مع بعضياتهم زيان او لتخلطوهم مع بعضياتهم ودهنوا بيهم هادو الخبيزات هادو ديال تاكوس كندير الفروماج وكندير الحشوة وكنطوي وهادو كنخليهم حتى الدقيقة كيف كنقوله الدقيقة تسعين هادو شي حاجة سهلة وبسيطة وفي متناول جامع تخليهم حتى الاخر اه لحظة غير تكون عندكم الحشوة واجدة وبصحة ورحة صفي غدي نديروهم في البريسة او لا في الالة ديال البانيني كيف قلت اخواتي افكار اللي ان شاء الله تحتاجوهم اني مملحات للشهر الفاضيل هدا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كيطيبو كيجيو على هادو الشكل كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم ما تنسونيش فضلا من شجاعات ديالكم الله يجازيكم بخير من بابي التشجع وتكونوا استخدموا معي في هاد الفيديو ولقيتوا افكار لفادتكم خليتلكم الراحة ولهناء وراحت البال بصحة والراحة وانتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحبكم في الله اخواتي